قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج خير قدوة ما زلنا معاكم في هذا البرنامج طوال شهر رمضان المبارك بمثل هذا التوقيت على قناة سمد بي وفي كل يوم نتطرق لموضوع أسري اجتماعي يهمنا في الحقيقة من حيث الواقع وفي كل حلقة أيضا نستقبل الأسئلة التي تصل إلينا عن طريقكم أعزائي المشاهدين على رقم الواتساب اللي بتلاحظون أنه خلال يظهر على الشاشة طوال الحلقة حياكم الله جميعا في حلقتنا لهذا اليوم وإن شاء الله حلقة أيضا تكون خفيفة مثل ما تعودت وأيضا إن شاء الله مع الخفة ومع التقليل أيضا إن شاء الله تكون حلقة نافعة اليوم موضوع مهم في موضوع خلنا نقوله موضوع الساحة في كثير من الجوانب العلاقة الأسرية ولا العلاقة الزوجية كثير من الناس الآن تتكلم وتكرر مسألة السبب بسبب الأهل تدخلات الأهل هنا في حلقتنا لهذا اليوم نبغي نكون معتدلين بقدر المستطاع ما لنا مصلحة أن نهمش دور الأهل ولا لنا مصلحة في هذا البرنامج أو حتى في المجتمع أن نأتي نقول للزوج ما عليك من أهل زوجتك ودائما عليك أنك أنت تصادمهم وتعاديهم ولا نقدر نأتي اليوم في هذا البرنامج ولا حتى في المجتمع ونعز الثقافة أن المرأة عليها أن لا تحترم أهل زوجها ولا تسوي لهم سالفة وتلبسهم وتضارب ياهم وإلى آخر حتى ولو نعم ما ننكر أن هناك خلافات سببها تدخلات الأهل من ناحية سلبية لكن أيضا يجب الاعتدال لا نخسر الأهل وحتى في حال أن نخسرهم كيف أننا نحن على الأقل نتوازن ونستقر لأن هذه من المسائل حساسة جدا شوفوا أنا لو يوم من الأيام مثلا اختلفت مع صديق لي ما عندي مشكلة أني أنا ما أسوي لسالبة ولا تفرق عندي أصلا أهم شيء أني ما أقطع السلام من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلو المرأة أن يهجر أخاه فوقه ثلاثة المراد أنه ما يحق لي أني أهجر السلام فممكن يوم من الأيام عندي صديق أذاني ممكن ما أسوي لأي اعتبار فقط سلام عليكم عليكم السلام كأني أخليه يعني مكالمة لم يتم الرد عليها عادي في علاقاتنا حتى مع زملائنا حتى مع كذا ما عندك مشكلة لكن لما تأتي لنطاق الأهل ما تقدر تطبق قاعدة بهجر وخلهم يولون وما بسوي لهم سالفة وبقطع عنهم العلاقة كاملة ما بتقدر بهاي السهولة هاي ليش؟ لأنه أنتم الداخلين مع بعضكم من بعض حتى لو أنت بعدت عيالك مرتبطين فيهم لأنهم صاروا أهل عيالك بعد وهي نفس الطريقة حتى لو ادعت هي هم صاروا أهل عيالها لكن في بعض الحالات من المصلحة لابتعاد بطريقة تضمن للحواجز من باب القاعدة التي تقول رب هجر جميل خير من مخالطة موذية شوفوا كيف في كل شيء هناك استثناءات أحيانا في بعض الحالات نقول للمرأة الأفضل تبتعدين عنهم الأفضل ونقول لأهل الزوج الأفضل تبتعدون عنها خلاص خلوا بينكم احترام من بعيد هي في بيتها وأنتوا في بيتكم يبقى احترام من بعيد لبعيد هذا هو الأفضل رب هجر جميل خير من مخالطة موذية شو الفائدة من نجبر بعض على بعض وكل يوم ضرابه وكل يوم شاكل فهني في بعض الحالات دائما لذلك العرب قالت لكل ما قام من مقال في بعض النصايح تقول لا ما يستوي وبعض النصايح تقول يستوي وبعض النصايح تقول لازم تسوين وبعض النصايح تقول عادي لا تسوين هذا الشيء هي المسألة كلها بحكم الظروف وبحكم الملابسات العلاقة بين أهل الزوج ولا الزوجة نفسها أو العكس إذن اليوم نحن بنتكلم عن تدخلات الأهل القاعدة الأولى الأصلية الثابتة ليس هناك عيب في تدخل الأهل مصطلح تدخل الأهل بحذ ذاته ما يعتبر عيب عادي الله قال وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يعني نفهم من هذه الآية أنه لا بأس بذلك وما فيها شيء ولا يعد عيبا لو أنت خليت أهلك يدخلون بس في حيز الإصلاح يعني تدخلات الأهل لو كانت في حيز الإصلاح بالعكس أنت ما عندك مشكلة لكن لو تدخلات الأهل كانت في حيز التخريب والتأثير والضغط والإجبار والإيذاء هذا هو الممنوع وهذا اللي نحن نلاحظه ونشوفه أيضا في المحاكم تحصل زوجين مستقرين لكن للأسف السبب في النزاعات والحال الذي وصل إليه الزوجان بسبب كره الأم لهذه الزوجة أو استغفر الله يعظم كره أيضا الزوجة لهذه الأم أو كره الخوات الزوج لهذه الزوجة أو كره الزوجة لخوات الزوج فصار هناك تحدي صار هناك مسألة مسألة عناد وطبيعي جدا أن هذا الزوج بيضفر ونحن نشوف في كثير من الأحيان يقول لك الزوجة أنا خلاص ما أبغي أكمل في هذا الزواج لأنني مو بقادر أسيطر على الوضع الزوجة تغلط على أهلي وأهلي يغلطون على الزوجة مو بعارف ش أسوي أنا داخل بينهم في النص مو بعارف أتصرف وهذا اللي أيضا بنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة اليوم لما بنتطرق كيف مفروض الزوج يتعامل إذا وجدنا أن فيه هناك خلاف إذن تدخل الإيجابي ما عندك مشكلة فيه وهذه نصيحة لمن؟ نصيحة للأهل أنه أنتوا بالعكس أنتوا في النهاية من حقكم تدخلون في سبيل الإصلاح لكن تدخلات مؤذية لا شك أن هذا خطأ تدخلات سلبية هذا الأمر في خطأ القاعدة الثانية نحن نطلب وننصح أي امرأة دام أنت عارف أنت أنت بتتزوجين وبتنتقلين لبيت أهل الزوج وبتسكنون فيه لازم تحطين في بالك قاعدة تصوري الشي تصوري أن أهله مبشرط مثل أمك ومثل أبوك ومثل إخوانك ومثل البيئة اللي أنت عشتيها قد أنت أنت تنتقلين لبيئة مختلفة تماما من حيث العادات عادات البيت هذا فلازم من مسألة مسألة التقبل لازم من مسألة التهيئ لأن إذا ما تقبلنا بندخل في صدام مباشر وكثير من الحالات مثلا تأتي الزوجة من أول ما تدخل بيت الأهل تقول شوها هذا طبيعتهم غير مختلفة نحن ما تعودنا على الطريقة هاي فعلى طول تبدأ بسالفة الرفض فتحسس أهل الزوج أني أنا رافضتنكم لأن أنتوا غلطوا وأنتوا كذا فيبدوان يحطونها في رأسهم دام نحن غلط بنرويجها الحين هاي زوجتك متكبرى شايفة عمرها هاي زوجتك ما تبغي تتغدى ويانا ولا تبغي تتعشى ويانا هاي تتدلى علينا هاي شايفة عمرها هاي أنت كيف متحملنها السبب أول بؤرة لهذه المشاكل هي مسألة المصادمة من أول مرة مفروض تكون في حكمة أنت منتقل البيت الآن طبيعتهم مختلفة خليت شمرنا في مسألة هذا الذكاء الاجتماعي أني أنا أكون ذكي في طريقة كسب الآخرين بقدر المستطاع لأن في كثير من الأحيان الأهل ما يأذون بطريقة مباشرة لكن أحيانا هي مسألة سوء فهم أو نحوه أنا أذكر مثلا حالة من الحالات الزوجة هذه تداوم مثلا وبعد الدوام تروح بيت أهلها وترد بيت أهل الزوج اللي هي محل الزوجية الآن ترد في وقت متأخر في الليل زوجها عارف أن المرأة تروح بيت أهلها وعادي عندها فيا الزوج قالها يا فلانة لا تتأخرين أنا بقولك شو السبب لأن نحن عندنا نظام أن عندنا خلاص عادات في هذا البيت أنه ما يستوي أنه مثلا الخواتب يردن مثلا الوقت هذا المتأخر وكذا وأنت بالطريقة هاي بتحرجيني مع أهلي بتحرجيني مع الوالديني وبالطريقة هاي بتخيلهم يدخلون فقامت الحرمة قالت والله أنا ما يخصني أنا أهم شيء أنك أنت راضي ولا لا أنا ما علي من أهلك فالمهم كبرت السالفة بينهم مع الأيام تراكمات وكذا لين ما صار يوم الأيام أنه صار وصل نزاعهم إلى المحكمة فاتطرقوا لهذا الموضوع وقال لي الرجل قال لي أخ أحمد احكم بيننا في الجزئية فأنا أذكرني قلت للمرأة قلت لها شوفي هي المسألة طالما أنتوا ساكنين في بيت مو ببيتكم إذن أحترم قواعد أهل البيت الأصليين خليش ذكية أنت تقولين أن زوجي ما عنده مشكلة صح وزوجك الحمد لله عارف أنت وين صح ما يستوي دام أنتوا ساكنين في بيت أهل الزوج أنك ما تسوين أي مبالاة وأي احترام لقواعد أهل البيت هم عندهم قاعدة خلاص ثبتوها عندهم ما يبغون بناتهم يتأثرا فيك أنت احترمي هذا الأمر يوم بتروحين إن شاء الله بيت بروحك إن شاء الله ترجعين دام أنت متفقة مع زوجك ترجعين الساعة ثنتين في الليل نحن ما يخصنا في النهاية عند الزوج وانتوا الاثنين تتفقون ما يخصنا فيك يشوفوا هي مسألة مسألة فقط أني أنا أفهم هذه التفاصيل عشان أحمي نفسي من شر أنا مبقدة ما في أحد فينا مستفيد من أي خلاف بين زوجة وبين أهل الزوج محد مستفيد هم بيتعبون هي بتتعب الزوج بيتعب العيال ضحية الكل ما بيستفيد لأن هذه من النزاعات التي يعم ضررها الجميع مو من النزاعات اللي أنا وصديقي مثل ما قلت بسحب عليه وفي عمري ما بسوي لسالفة هذه من النزاعات اللي ما تنفك مشكلتها نزاعات تأثر على الجميع كل واحد أمامها شلته أو شلة هذا التأثير فهني الحكمة من البداية فنقول لك يا بنت الناس دام أنتوا داخلين ببيت الزوج إذن خلوكم أذكية في التعامل أو أحيانا العكس أحيانا الزوج هو اللي يسكن في بيت أهل الزوجة فيه؟ بقول نعم فيه وإن كان أقل من الزوجة اللي تسكن في بيت الهل لكن فيه أحيانا الزوجة تقول لك يشترطون عليه نباك تسكن عندنا نحن بيتنا كبير وأمي ما عندها حد نباك تسكنوا يا أنا نفس الطريقة لازم يكون في احترام لأهل البيت دام أنت ساكنوا ياهم كل ما أنتوا سكنتوا بروحكم هذاك شيء ثاني فإذن القاعدة الأولى دائما نقول لا تفتحون باب مشاكل أنتوا سبب فيه لازم من الاحترام ما علي فيه أشياء اختلفت عن طبيعة أهلج مشي الحال أنت تعوتي على شيء معين في بيت أهلج وهني لاحظتي أن شيء مثلا مختلف مشي الحال ما علي هكذا الحياة تمشي لابد من الصبر لابد مثلا من قصة ثانية مثلا صارت أيضا مشكلة أن المرأة تعبانة على ولدها عندها طفل رضيع الطفل رضيع هذا يلا يلا لي ما رقد ويا أخو الريال ودخل البيت بسيارته فتم يدق هران ودق هران الظاهر قام الولد ولا هي عصبت وكيف أخوه كذا وسوت سوت إزعاج في البيت المرأة هاي ليش والله وعا ولدي ولدي من حقها يرتاح نقولها يا بنت الناس شفتي الآن أنت نفس الطريقة نعم بتقولين أن هذا غلط لكن أخو الزوج مما تعمد أنت بالطريقة هاي فضحت نفسك وأنت بالطريقة هاي عطيتهم مجال أنت لسانك طويل وأنت تضار بين وأنت 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 عطيتهم مجال عادونك إذن لن تستفيدي شيئا من هذا العناد أنت نفس الطريقة أول ما تزوجت قمت وأثرت أهلها ممنوع تزورين أهلك نحن تكلمنا في السابق وقلنا هذا غلط المهم ممنوع تروحين عند أمك كله لا كله لا كله لا الأهل حطوك في البال وكل ما راحت عندهم بنتهم اشتغلوا عليك اشتغلوا عليك عادوك بتتعب ما تقدر أنك أنت تعدل الوضع إذن أنت اللي أثرت الأهل هني أول شيء نطلبه من الزوجين أنفسهم احترام الأهل لا تخلونهم أنهم يدخلون فيكم بطريقة سلبية بسببكم أنت اعرفوا كيف تكسبون بعض لأن أنت تزوجت المرة إذن لازم تعرف أن أهلها أيضا لابد أنك أنت تعطيهم نصيب واهتمام في علاقتك الزوجية هذه عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ياكم حياكم الله من جديد ومرحبا وسهلا بكم نذكركم برقم التواصل اللي عنده سؤال عنده استشارة مثل ما تعودته ممكن ترسلون على رقم الواتساب وإن شاء الله نحن بنجاوب على الأسئلة بعدين في وقت الفقرات الخاصة بالأسئلة طيب قبل الفاصل ذكرنا نقطة مهمة أن نحن قبل ما نتكلم عن تدخلات الأهل السلبية وكذا لازم أيضا ننصح نصيحة للزوجين بعد ما قلنا لازم نحترام الأهل مهما كان أيضا قلنا الوقاية خير من العلاج طالما نحن مبقد النزاعات هذه العائلية وطالما أن هذه النزاعات العائلية توصلنا للطلاق توصلنا للمشاكل ما نقدر نتحملها تسبب أنه ضغط في حياتنا السعيد هو الذي يتجنب الفتن السعيد هو الذي يتجنب المشاكل هذا هو السعيد فأنت هني الوقاية خير من العلاج مثل ما قلنا خلوكم أذكية في مسألة التعامل مع الأهل أم زوجك عندها طبيعة صعبة حاولي قد ما تقدرين أنك أنت قد ما تقدرين تخففين من وطأة هذه الطبيعة الصعبة لا بد بالطريقة هاي نتعامل أنت نفس الطريقة أنت عارف أن أمك صعبة لا تقوم تأثير أمك على زوجتك يعني بعض الأزواج الله يسامحها هو عارف أن أمه صعبة وأمه حساسة أو قد تكون أمه مسكينة مرت بظروف صعبة في حياتها قبل ما عبوه كذا إلى آخر حلو؟ طيب أنت الآن بدورك يوم أنت عارف أن أمك مثلا لماذا تدخل أمك في بعض التفاصيل؟ لماذا تذهب عند أمك؟ أمي البارحة ضربت يا زوجتي أمي البارحة قلت حق زوجتي ما أدري شو أمي البارحة زوجتي قالت لي لماذا؟ أنت بالطريقة هي ما تستفيد شيء لأن أمك ما تدخل زوجتك يمكن ما ترد عليها بالطريقة الصحيحة الضربة وعقب أنت بتي بتقول أنا والله ما أم تحمل أنا ما تواهق لماذا؟ إذن من الأساس قد ما تقدرون خلوكم في التفقيم لذلك أنا دائما أقول لأي واحد يسألني يقول لي أخو يا أحمد أنا في فترة الملجة شو تنصحني؟ أقول لي خلك صريح مع زوجتك وين بتسكنون؟ قال لي بنسكن في بيت الأهل قلت له أباك تتكلموا ياها عن موضوع أهلك يا فلانة طرابة ننتقل في بيت الأهل تتكلموا في هاي الأمور في الملجة لا تخلون كلامكم في الملجة بس عن الكوشة وعن ما شو خلافاتكم كلها في الفلوس تتكلموا في أشياء اللي تضمن لكم مصلحتكم في المستقبل اللي أول شرط آخر نور اللي أول اتفاق آخر أيضا سعادة وآخر استقرار يا فلانة أمي قد أمي من نوع العصبي ترى أمي تعصب علي أنا وتعصب على أختي لينا الحين شوفي أنا شو كبري شوفي حين عمري ثلاثين أمي بعدها مرات تغلط علي هاي طبيعة أمي من نحن صغار هاي طبيعتها ما نقدر نغير هذه أمنا شو نسوي؟ تعالي يا فلانة بنوقف مع بعض بن تساعد لكن حاولي أمي مرات مثلا بتفر كلمة ما علي مشي كبيرة في السن هي مفروض تقول لا ما عليك أدري الكبار في السن يجب أن نحترمهم احترام هذا اللي بيسعدون لكن واحدة يقولها أمي كبيرة في السن فترد عليها والله مشكلتها ومم مشكلتي حاولها ولا قوتها لا بالله مشكلتها شو يا بنت الناس انت شو فيش انتي ما تعاملين ربيعتك فطوم ولا ربيعتك مريوم بينك وبين ربيعتك كيفش ان شاء الله ندبنت الضار بين انتو يوم كيفش الرجل يقول لك أنه أمي طبيعتها صعبة شو اللي مشكلتها ما مشكلتها يا بنت الناس خليش ذكية المسألة الدنيا كلها يبقى لها صبر أصلا علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الأسرية كلها مبنية على الصبر ومبنية على الذكاء أعرف متى أشد أعرف متى أرخي ها هي علاقاتنا وفي علاقاتنا أنا راس وأنتي راس ما بنخلص لا بعاملها ندبنت ما بنعامل أم الزوج ندبنت ما بتستفيدين شيء فدائما هي مسألة الذكاء هذا فأنت تتصارحها من البداية طيب ممتاز ننتقل للمرحلة الثالثة كيف أخلي الأهل ما يأثرون علي أنا في علاقتي وجود الشخصية وجود العدالة مثلا لو يوم الأيام صارت مشكلة بين أهل الزوج وبين الزوجة أنا كزوج لازم يكون لي قرار في حكمة ما أتسر عبدا تأتي إليك أحيانا والدتك وكذا بالعاطفة تقول لك طلقها مدرجو وطردها وما عليك منها خلها تولي وشل منها العيال يقوم إن شاء الله أموي يقوم ويطرد بنت الناس ويشل منها الولد مثلا الصغير يقولها خاصة لعبارة على البيت أو مثلا تفاصيل معينة غلط الله قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرباء يعني حتى ولو كان الخصم قريبا وجب عليك أن تعدل في الحكم لا تقول لي أمي وتقول لي أبوي وتقول لي أخوي لا 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 العدالة أسمى مرتبة من أي مخلوق أمامي بس بالاحترام لأنه أبوي ولأنه أمي يجب أن أخفض لهما جناح الذل من الرحمة لكن ما أطيعهما في الغلط طلقها أيك يقول لك والله أنا ما أقدر أعصي أمي يا حبيبي لا تحسسني الله يرضى عليك يعني أنت يتعلى هذه حين تقول لي ما أقدر أعصي أمي وأشياء ثانية تعصي أمك فيها لا الأصل أن مسألة الطلاق لا طاعة للوالدين فيها أنا بطلق أطلق بإرادتي أنا لا أطلق عشان أم ولا عشان أب ولا عشان أخ ولا عشان أخت قرار الطلاق بيدي أنا كرجل والله يسألني أنا والمحكمة تسألني أنا لا تسأل أمي ولا تسأل أمي وتسأل أخواتي ولا أخواني ولا غيرها هذه شخصية الرجل يجب أن تكون موجودة في مثل هذا الموقف بس بحكمة يا أمي ما عليه يا زوجتي خلاص وهني الزوجة عليها أن نتساعد زوجها لا تقول لها أباك تأخذ حقي أخذ حقي في شو خذ حقي منهم ظلموني خذ حقي لازم تأخذ حقي يا بنت الناس خلاص أسكتي هاي أمي ما لا 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 أهتم تقول لها أنت سكان أهلك أنت أهلك يمشونك أنت دلو على الماما أو أنت دلو على البابا مثل هالكلام هذه في الحقيقة تغلط غلط كبير أنت عليك أن الزوج يعدل دخل عندك الغرفة طب طب عليك راضات ما عليه ماشي الحال أصبر يترانب أن ننتقل قريب والدنيا يبالها صبر هكذا هي الحكمة هكذا هي الظروف ظروف الحياة لابد أن نحن نصبر ولابد نعرف متى نشد مثل ما قلت ومتى الرخي متى أني أنا أطلب قرار معين ومتى أني أنا أصبر والله يا جماعة لو توفرت هذه الحكمة في بيوتنا كثير من الأمور بنحلها كثير من الأمور بنحلها لكن نحن مشكلتنا عندنا ردة فعل على طول ودائما ناخذ الموضوع بحماس زيادة عن اللزوم لا هي المسألة كلها مسألة ليش الله قال وإذا خاطبهم والجاهلون قالوا سلامة ليش ليش الله علمنا في كثير من الأمور التغافل مشي الحال كأنك ما سمعت طوف من أجل أن الأمور تمشي والأمور تهدى خاصة مثل ما قلت فيه علاقات علاقات البيوت اللي اللي نحن فيها فهني دور الزوج أنا موجهة نظري كبير جداً في تحقيق العدالة وفي تحقيق التهدئة لكن لو كان الدور سلبي من هذا الزوج دور سلبي هني المشكلة لابد أن تكون فيه شخصية موجودة عشان ما يكون فيه ظلم وأنا أقول لكم في حالات عندنا متكررة من أجل تدخل سلبي وتعامل سلبي من الزوج صدقاً تعامل سلبي يعني أنت الآن شايف أنه فيه غلط سواء غلط من الزوجة أو غلط من الأم أنت كزوجة هجم تكون حكيم أحياناً تأتيك الزوجة مثلاً تقول لك أمك 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 تبغي تخرب علاقتك بأمك ما يعطيها على هواها أو أحياناً الأم أو أحياناً الأخت أو كذا أحترم أحترم أهلي ما أقطع أهلي بس لابد أن تكون فيه حكمة وكأنك ما سمعت وهذه الحكمة لن تأتي إلا إذا أنت طلعت أهلك من التدخلات كيف أطلع أهلي من التدخلات أني ما أتم أنا أشكلهم وأمور بيتي ليش أروح عندهم وأقول لهم أي عند أختي مثلاً أحدى القصص الواقعية شوفوا المشكلة هاي وشوفوا الغلط وين أنا أعطيكم أمثلة لأن بالمثال يتضح المقال زوجين اتفقوا على السفر واتفقوا أنهم بيسافرون دولة معينة يقوم الزوج يروح عند الأخت الكبيرة قال لي الأخت الكبيرة ما داني زوجته وهذه الكبيرة هي اللي ماسكة زمام الأمور في البيت يا قالها أنا بسافر مع زوجتي الدولة الفنانية قال لا شو توديها هي الدولة ما تستاهل توديها هي الدولة كنسل السفر وودها دولة ثانية شوفوا شوفوا كيف الغرابة في الموضوع وقام الزوج فعلاً كنسل السفر وقال لها خلاص بنسافر الدولة الثانية قالت له ليش أنت عشان أختك قال لها خلاص عارض ما فيه سفر واستوت هذه السالفة تمت تذكرها الحرمة على كل نقاش أختك وأختك وأختك أنت حين كزوج لماذا فتحت على نفسك باب أنت في غناء عنا لماذا يعني موضوع يضحك ترى موضوع أي واحد يسمع يقول معقول يعني معقول عفوا موضوع مثل هذا يصير أقولكم نعم هذا موجود ترى أغلب خلافاتنا تراتافها للعلم شفتوا هالخلافات كثير منها اللي تأتي للمحاكم لاتتظنون أن أغلبها واو وأغلبها صحيحة وأغلبها لا 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 لذلك يعني أنت اليوم ود ودك اليوم أن المحاكم لا تقبل إلا القضايا الكبيرة ود ودك عشان هذا النوع من الناس تقول اسمعني يا طيب شفت الله يحفظ باب المحكمة مفروض أنت تروح روح دور لك جهات أخرى ودية روح أنت هناك بروحك روح شاورهم مفروض المحاكم ما عفوا ما شوف حالة مثل هاي أحين صار النزاع وأنت تدخل أختك وتدخل عرفتوا فتفاصيل ما لها داعي أو العكس أحياناً هي صار بينها وبين زوجها شي حوار على طول فتحة التلفون ومتعودة هي طبعاً عندها أخت هي اللي شخصيتها ضعيفة قدامها تروح كلما صار شي أقول لك مثلاً فلانا تشي قال لي شو سوي بسرعة أقول لي بسرعة أقول لي شو سوي فاتية تقولها أطلعي من البيت وهنا سير أطلعي ما عليك جهزي أغراضك أنا بأمر عليك عند الباب شو السالفة وتروح وتطلع برع وتأخذها وتأخذها ويقوم زوجي رد البيت ما يحصل زوجته ويروح يدور كذا وأحياناً يروح مركز الشرطة يبقى يفتح بلاغ على الأخت خطفة زوجتي ما يستوي فشوفوا كيف تدخلات سلبية بسببنا أن نحن والله أحياناً بتفاصيلنا نحن اللي نحن خليناهم يدخلون بطريقة سلبية عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ياكم حياكم الله من جديد ومرحباً وسهلا بكم نذكركم برقم التواصل رقم التواصل بيظهر أمامكم على الشاشة اللي عنده سؤال أو استشارة ممكن يرسل على هذا الرقم إذن مسألة تدخلات الأهل نحن لنا دور في إيقاف التدخلات السلبية تدخل إيجابي ما عندك مشكلة فيه أب يا يصلح بالعكس هذا شيء طيب والله سبحانه وتعالى أشاره لهذا في القرآن أخ يا يصلح أخت يا يتصلح ما عندنا مشكلة في موضوع الصلح وهذا تدخل إيجابي وكثير عندنا من الحالات ما شاء الله اللي فعلاً الأهل تدخلوا بطريقة إيجابية وانحلت المشكلة بدون محاكم بدون غيرها إلى آخر وهذا اللي نحن نطلبه من الأهل وقلنا في نفس الوقت أيضاً أنتوا كزوجين لكم دور كبير في مسألة إيقاف التدخلات السلبية عن طريق احترام الأهل أو عن طريق عدم إقحام الأهل في تفاصيلهم وفروض ما يعرفونها حضور الشخصية وحضور العدالة وانت رأيه طيب الآن نستغل الفترة قبل قراءة الأسئلة أن نوجه رسالة للأهل أنتوا يا أهل طالما زوجتوا ولدكم ليس بمستفيدين أنكم تتخربون حياة ولدكم بس هذه أفضل نصيحة أقدم لكم إياها أنتوا زوجتوا هذا الولد عشان تفرحون فيه وعشان الولد يستانس صح؟ حطوا في بالكم أن تدخلاتكم بطريقة مباشرة هذه تأثر يعني ما يستوي اليوم تأتي الأم الله يعطيها الصحة والعافية وهذه متكررة أنا ما صدقوني في عمري في هذه البرامج اللي أسويها في الإعلام في عمري ما ذكرت قصة نادرة كل القصص اللي أذكرها لأنها مكررة أنا من وجهة نظري ما أذكر النادر لأنني ما أبغي أسوي سالفة حق الأمور النادرة والنادر لا حكم له عندنا حالات مكررة تأتيك الأم لأنها راعية البيت على العين والرأس يا أمي على العين والرأس يا خالتي تقوم وتفتح باب الغرفة بدون لا هود ولا سلام ولا كلام ولا غيرات تفتح وتدخل عليهم أو أحيانا تدخل في تفاصيل معينة تخص زوجة الولد بس أن يا أمي هذا غلط وكل يوم تتضاربوا إياها كل يوم تتعلق عليها وكل يوم ما أدري شو وأنتي أنا ما أعرف ولدي كيف خذاك مفروض ما يأخذ وحدة مثلك ما يأخذ وحدة على ما أدري شو وتدخل في الأصول وتدخل في البلاوي يا أمي هذا غلط الله يرضى عليك إن أكرمكم عند الله يأتقاكم لا تتمين تقولي لي أنا بنت فلان وهذا أصنى وتلاعوزين بنت الناس هذا ولدك أختارها شو بغض النظر شو كانت ليش يا أمي بالطريقة هاي تتعاملين ليش بكذا ليش أنت هنا بالعكس أنت تدمرين ولدك طيب بعدين تخرب حياة ولدها تقوم المرأة هاي تطلب الطلاق ويروح لما تطلب الطلاق المرأة هاي تقوم المحكمة تحكم على الولد وتيك بعدين الأم تتضارب في المحكمة ظلمت ولدي ظلمت ولدي لا يا أمي والله المحكمة ما ظلمت ولدك ولا القانون ظلم ولدك أنت يا أمي تدخلاتك وصلت البنت لها المرحلة ليش شي سويتي فلابد أننا نحن اليوم ما نبغي اليوم أن الأهل يدخلونه كل بيت له أسرار بس على الأقل اكسبوا هاي البنت قربوها منكم عشان ولدكم اللي تحبونها والله ترى اليوم الأهل يقربون زوجة الولد مو بعشان الزوجة ترى ما تعنيهم عفوا يعني والله ما تعنيهم ولا مطلوب منكم في الدين تحبونها أصلا لكن أنتوا يوم تسوون الشيء هذا أنتوا في الدين طلب منكم احترامها طلب منكم الاحترام مسألة المحبة هذه ما أملكها ادخل في قلوب الناس وقولهم حبوا غصبا عنكم لا بس يا جماعة أنتم اتقربون هذه المرأة اتقربونها حبا في ولدكم أنتم تريحون ولدكم بالطريقة هاي تضمنون أن ولدكم يعيش بحياة مستقرة لكن يوم أنتم تدخلون أنتم تؤذون ولدكم في الحقيقة ما تؤذون هاي المرأة لأنها في النهاية عايشة وامورها طيبة نفس الطريقة أهل الزوجة أنتم يا مطايحين في هذا الزوج تظلمون بنتكم ترى والله تظلمونها يوم تقوونها على زوجها وتخربونها وتطلق منها وخليه وليه لسويه لسالفه ومادري شوه ولا تردين له وسويه لبلوك والله أنتم تدمرون بنتكم وأنتوا أول ناس باشر بتتخلون عنها أذكر مرة من المرات جاءتني زوجة قالت لي أخوي أحمد صارت مشكلة كبيرة بيني وبين زوجي وزوجي طبعا استسمح مني وراضاني وكذا لكن تقول أخوي الكبير رافض أني أرد له ويقولها ما تردين قلت لها سمعيني زوجي الزين قالت زين قلت لها شفتي أخوك محترامي أنا ما عارفه بس هذا أول واحد بيتخلى عنك أخوك باشر بيعيش حياته مع زوجته وبيعيش حياته مع عياله وبتحصلينه هو عياله يتحوط ويسافر ويرد وكذا وانتي تامتلي شي لأنه والله أخوي الكبير قال لي تردين لا اسمحي لي أختي هذا غلط اسمعي مني أنا كلمت عن واقع أخوك يتدخل لو في شي نعم زوجت سيّة نعم بقول لك أني أخوك يبغي مصلحتك لكن زوجت زين وستوة مشكلة بينك وبينها أحين أخوك بينفعك بيتخلى عنك باشر هذا الأخ لأن تدخله كان سلبي أنا متى أعرف أن هذا بيوقف ياي ولا بيتخلى عني ممكن الأخ يتخلى عن أختي طبعا بس أنا ما هي العلامة أو ما هي القرينة التي تبين لي أن هذا الأخ سيتخلى عني لما يتدخل غلط لما يشد فيه شيء مفروض ما يشد فيه فشي الفائدة فهني الدور علينا نحن يا جماعة يا أهل الله يرضى عليكم أنتوا مستفيدين شيء من هذا التدخل السلبي أو هذه الضرابة أو أنتوا ما تحبون بنت الناس أو تغلطون عليها أو تأذونها أو تمدون إيدكم عليها أو 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 ما يجوز وهذا غلط إحدى الطلايف اللي يسميها طرفة طبعا لنا مبطرفة لكنها إحدى الطلايف أنا أسميها الأم هذه كانت ويدة تسب زوجة الولد ويدة تسبها 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 سبحان الله يوم الأيام بنتها تزوجت وسبحان الله تزوجت هذه البنت وحصلت واحد بعد يبهدلها فتقوم الأم تتهم من قامت الأم تتهم أنه والله شوفوا وبنتي بريئة وبنتي 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 فأنت يا أم الله يرضى عليك وبنتك بريئة وزي هاي بنت الناس بعد بريئة هني العدالة تكون موجودة هذا اللي حذكرنا مع أكرر نقطة وبتم أكررها الزوجة يا أختي دورك كبير جدا في تهديئة الأمور أم الزوج احترميها اصبري عليها لا تعاملينها مثل ما قلت قبل شوي لا تعاملينها مثل ربيعتك ند بند راس براس أم أصبري خليك حكيمة طوفي إن شاء الله أضحكي مرات عصبت أضحكي مرات عصبت عليك عشان ولدك الصغير ومشي الحال لا تأخذين الأمور أن هذه الأمور جادة لأن البيوت أغلبها تمشي بالطريقة هاي لابد من تدخلات يوم الأيام من قبل أهلنا بس الصبر لابد منه صبر لابد منه يا جماعة أي حياة ما فيها صبر أي علاقة ما فيها صبر شي طبيعي إنه ما يمكن تستقر ويانا هني خلونا نشوف وياكم الأسئلة نقراها مع بعض نشوف هني ما شاء الله هذا السؤال ها مو بسؤال لكن والله أنا أقدم لها شكري صراحة بقرالكم وياه وبنشكرها في البرنامج تقول السلام عليكم هاي السماعة بس أعدلها زي تقول السلام عليكم يعطيك العافية بسبب تدخلات سمعوا ها سمعوا عدل بسبب تدخلات أهلي تطلقت والحين أهلي أهلي تخلوا عني ويوم أشكي لهم من عيالي يقولون ما لنا دخل في مشاكلكم وأنا ندمانه أني سمعت كلامهم بس ما في فايدة أنصح بس ما في فايدة أنصح كل شخص يتفاهم مع الطرف الآخر وما يدخل أهله شكرا والله يا جماعة شوفوا يعلم الله أني ولا أدري عن هذا السؤال وصلنا في البرنامج عشان ما حد يقول أنت والله مرتب حد يطرسي السؤال لا 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 والله هذا السؤال وهذا الكلام من الأخت وتقول أنا أكلمكم عن تجربة أنا سمعت كلام أهلي وهم اللي خربوا علاقتي بزوجي ليه ما اطلقت وأنا أمشي وراهم وبعد الطلاق تخلوا عني تقول أنصح كل شخص يتفاهم مع الطرف الآخر وما يدخل أهله ما يدخل أهله في الجوانب السلبية وشكرا وأنا أشكرت على هذه النصيحة لأن أفضل نصيحة لما تأتي عن تجربة لما النصيحة تأتي عن تجربة هي الأفضل وهي الأكمل وهي التي تؤثر على الناس هذه نصيحة الله يعطيكم الصحة والعافية عندنا فاصل بعد الفاصل نكمل ياكم حياكم الله من جديد مرحبا وسهل بكم مازلنا معاكم في فقرة الأسئلة ونذكركم اللي عنده سؤال طوال الحلقة ممكن يرسل على رقم الواتساب الخاص بهذا البرنامج وتوقيت البرنامج طيب نكمل ياكم القراءة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بك الخير أستاذ أحمد لكم مني جزيل الشكر والتقدير على أداة هذه المواضيع الطيبة أخيك من السعودية علي محمد المطيران بوسالم تستاهل وتسلم يا أخوي علي أزاك الله خير والله يعطيك الصحة والعافية نتشرف بك وبالجميع شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوي أنا قريبة من والديني بشكل كبير والحمد لله هذه نعمة من عند الله تعالى ولكن أخواني حاطين في بالهم أني يقاصص عليهم وبالذات أن الوالد يحبني بشكل كبير وقريب مني كثير وإذا جيت أتكلم مع واحد من أخواني إذا سوى شيء غلط في حق والديني يعادوني أبغى الحل الله يتزيك الخير أو الله يتزيك الجنة طيب هني تقول أنا قريبة من والديني بشكل كبير هذه نعمة الحمد لله مثل ما أنت تفضلت إن هذه نعمة من عند الله لكن أخواني مشكلتهم قاموا يغارون وحاطين في بالهم أني أنا قاصة على والديني تمام وهذا الأمر خلنا نقول قد يكون نابع من الحسد وكذا إلى آخر وتقول إذا جيت أتكلم مع واحد من أخواني بشيء غلط تجاه والديني يعصب علي أو يعاديني أول شيء مفروض تسوينا ركزي على نقطة طالما أنهم حاطين في بالهم شيء أنت لثرينهم بمعنى هم حاطين في بالهم أنت قاصة على والديني خلاص إساءة الظن هم يتحاسبون عليه أنت صح لا تقطعين علاقتك بوالدينك لكن طالما أنهم يحسدونك أو هم حاطين في بالهم أنت تخدعين والدينك إذا حاولين أنت تبعدين عن النصيحة المباشرة لهم أنت كل ما نصحتي كل ما أكدت سوء الظن اللي في داخلهم هم غلط ودائما مشكلة الإنسان إذا كان فعله سيئ يسيء الظن بالآخرين فهذه المشكلة وذلك يوسف لما أخبر والده يعقوب عليه السلام عن ما رآه في المنام شو قال له لأن الوالد شاف أن فيه حسد من قبل إخوة يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك ابتعد عن كل ما فيه إثارة لهذا الحسد كل ما يقوي الحسد ويزيده في القلب ابعد عنه بقدر المستطاع فأنتي استمر مع والدينك وخليش دكية وكسب إخوانك بقدر المستطاع أضحكي إياهم مرات مثلا هاي أنت قاصة على أبوي أبوي شوف شو يقولون أنت بعد أبوي تحب محمد وتحب خالد قد ما تقدرين حاولي أنت أنت تلطفين الجو بقدر المستطاع وابعدي عن النصيحة المباشرة لهم لأن كل من صحتي هم زادوا في في هذا الأمر شوفي ركزي على نقطة نحن ما نقدر ندخل في قلوب الناس ولا مفروض علي أنا اليوم أني أترك الصح عشان الناس شو تفكر حتى لو كانوا إخوة استمر في برد الوالدينك استمر في هذه النعمة التي أنت فيها لكن الآن خليك حكيمة في التواصل وياهم بقدر المستطاع ابعدي إذن عن كل شيء من الممكن أنهم يثيرهم تجاهج ويأدي إلى يأدي إلى مشاكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي إذا تزوجت الحرمة بعد طلاقها وعندها بنت شو وضع البنت شو وضع البنت ما بلاها شيء الله يحفظها يمكن السؤال ما أدري والله يمكن السؤال يتعلق بالحضانة مثلا ما بواضح السؤال يعني إذا تزوجت الحرمة بعد طلاقها وعندها بنت شو وضع البنت البنت عادي المرأة متزوجة والبنت وياها ومفروض أن الزواج ما يأثر على البنت لكن إذا كان القصد شو وضع الحضانة هل الأب له الحق أن يأخذ الحضانة بسبب زواج الأم من ناحية قانونية أنا أتكلم عن قانون لأحوال الشخصية الإماراتي من ناحية قانونية نعم زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون يعطي الحق للأب أن يطالب بإسقاط الحضانة تمام فمجرد زواجها يعطي كأصل لكن نكرر اللي ذكرناه في الحلقة الماضية لكن المحكمة من الممكن أن تمد الحضانة للأم حتى بعد زواجها نظراً لمصلحة المحضون خذوها قاعدة في الحضانة الأصل في حكم الحضانة أنه ينظر لمصلحة المحضون الفضل وين مصلحة المحضون الحكم يمشي وراء مصلحة المحضون مصلحة المحضون نتمد الحضانة للأم حتى لو تزوجت نعم لأن أحياناً تزوجت صح بس قد يكون الأب غير أهل للحضانة أو الأب زين لكنه وعيد يسافر أو ما عند امرأة ترعى هذه المحضونة لو انتقلت إليه أو من طبقت عليه أو الشروط مثلاً شروط استحقاق للحضانة ونحوه تمام فإذن هي المسألة كلها تقدير القضاء لكن الأصل نعم إذا تزوجت المرأة من رجل أجنبي عن المحضون تسقط عنها الحضانة كأصل لكن من المحكمة من الممكن أن تمد المحكمة هذه السن للحاضنة بناء على مصلحة المحضون إذا ما في مصلحة لا خلاص الأب يأخذها على الأصل إذا توفرت الشروط فيه هل يحق للزوج إجبار زوجته السكن في بيت أهله بحجة أنهم يكبرون وما يستوي يخليهم طيب ممتاز أرجوك أبعدوا عن كلمة جبر ما في حد يجبر الثاني على شي لا تحطين في بالك أنه يجبرك ويضغط عليك ويتحدأك لا 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 عشان ترتاحين قد ما تقدرين هوني عن نفسك عشان ما تعتبرين عدو ولا يعتبرك عدو له هذا واحد الشي الثاني فيه فرق بين الزوج اللي ما يبغي يعطي المرأة حقها تماما وفيه فرق بين الزوج الذي يريده إعطاء المرأة حقها لكن أخر الموضوع لمصلحها فيه فرق بين واحد يقولها لا تمي على الوضع هذا وخلاص وفيه فرق بين واحد يقولها أنا ودي أن ننتقل كلا لكن أبوي ومي ما عندهم حد وكبار في السن أخواني كلهم أو يمكن أنا وحيدهم أو أخواني عندهم ظروف أو عندي أخ مريف أو عندي أخت الله يعافيها من أصحاب الهمب هني وكفت الزوجة مع زوجها والله أجمل شيء في الزواج لما نوقف مع بعضنا البعض فهو ما قال لك ما بطلعك قال لك يا فلانا أنا ودي أطلعك لكن والديني كبار وما عندهم حد ما في بديل ما في بديل لابد أني أوقف إياهم في هذا الوقت أنا أبا زوجة اللي تسندني في هذا الوقت أنت سكل لي وأنت مودة لي وأنت رحمة لي ووقفي وياي والأيام دول باشر أنت بتحتاجين زوجت ووقف إياك مع أهلك لو أمك مرضت ولا أبوك مرض ولا 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 هكذا الحياة الزوجية لكن لو كان في بديل وهذا الزوج عنده أخوة ما شاء الله وعنده خوات والبيت ضاق هني من حق الزوجة أنه أنت تنتقلون بيتكم اليد وانتقالكم لبيتكم ما يمنع أنك أنت تزور والدينك باستمرار لأنه يوجد بديل في بيت في بيت أهلك مع والدينك يوجد بديل يوجد خواتك يوجد أخوانك الله يعطيهم صحة والعافية وانتقالك أنت لبيتك ما يمنع زيارتك لهم باستمرار تمام فإذن هني الزوج هو اللي يقدر المصلحة لكن شلي عنك يجبرني ومادري شو لا شلي عنك الكلمة هاي لأن إن شاء الله ما في حد يجبر الآخر هو يمكن يبغي يوضح لك وجهة نظرة أن الوالدين يكبروا وما عندهم بديل فأنا هني أبواج توقفيني والمصلحة توقفيني في مثل هذا الظرف الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك لكم ويجزيكم الخير على مساندتكم لبعضكم البعض تقول تزوجت من أربع شهور زوجي أخر صلاة وأحيانا تروح عليه كيف أخلي يحافظ عليها بدون ما يضايق ويتحسس الدعاء له أنا نستمر بالدعاء له وفي نفس الوقت مثل ما قلنا يعني مسألة عدم الإنكار المباشر مثلا طلعتوا مع بعض أنتوا في المول وغيرها وأذن يلا أنا بروح أصلي يلا أنت بنسير هناك المصلة أنا بدخل وانت أدخل المصلة رياي لبا نلتقي بعد دل لهذا هذه المساء المثلا المعينة فأنت تدلين على هذا الشي يلا مثلا وانتوا طالعين وقت صلاة محافظتش أنت على الصلاة أيضا أكيد بتأثر عليها مع الدعاء نحن اليوم ما نقدر يوم في الزواج مثلا خلنا نقول الرب أحد أنا مبقادر أحين أي أربي امرأة بعد ثلاثين سنة عمرها ثلاثين سنة هي أحين أقولها أنت مثلا ليش أخرت صلاتك مفروض هذا الأمر يبدأ وياها من هي صغيرة ولأن أنت ما تملكين إجبارها ولا تملكين هداية الهداية عند الله عليك بالدعاء مع الطريقة مثل ما قلت الودية هذه اللي تخليه يحب منك أي معلومة بتقولي الله إياها يا أخي أهنيك على هذا البرنامج وأنا بعد أشكركم أنا مبأنتوا بس تهنوني أنا أهني نفسي بالحقيقة على هذا التفاعل اللي أنا أشوفه وهذه ردات الفعل اللي ما شاء الله أشوفها بعد يعني في كل حلقة إن شاء الله في كل حلقة الله أعطيكم الصحة والعافية كيف حالك أخي أستاذ أحمد عندي سؤال أنا في فترة ملشة ويعني متزوجة على ورق آه زين تقول هي في فترة ملشة يعني في فترة ملشة وزوجها يخونها يعني كيف تتصرف معه والله هي أفضل شيء اليوم أننا نحن نفهم بعض ونعرف عن بعض في فترة الملشة لأن فترة الملشة فترة من أهم الفترات اللي نحن نحط فيها اتفاق أو نحط فيها الشروط أو كذا واحدة من الأمور المعيبة أننا نحن بعدنا ما بدينا وعدنا علاقات غلط هذه من الأمور المعيبة يعني مفروض اليوم أنا يوم بيب أتزوج أفتح صفحة جديدة بغض النظر شو كان الماضي اللي أنا سويته في حياتي مفروض هذا المفروض صح؟ هذا هو الافتراض لأي إنسان مستعد لكن لو فرضنا أن فيه إنسان في فترة الملشة عنده بلاوي وثبتت عليه مو بشك في المرأة ثبتت عليه هذا يعطيني قاعدة أنه غير مستعد للزواج فهني يتج فرصة أنت كزوجة تعال يا فلان طالما هو زوجك بتكلمينه بالتلفون على حسب النظام اللي أنتوا ماشين علينا أنا شوف أنتوا من خارج البلد ما عارف كيف نظامكم أثناء التواصل في الملشة لكن ممكن تجلسين معاه في بيتكم أو عن طريق الكلام يا فلان أنا عرفت أنه أنت عندك واحد اثنين ثلاث أربع أنا هذا الأمر ما يعجبني ولا أسمح نفسي أني أنا أستمر عليه ممكن الواحد يزل ما نختلف لكن تونى في الملشة أنت بالطريقة هاي لا حدد اللي أنت تطلبينه تبقى تكمل أنا عندي شروط ما تبقى تكمل نحن بعدنا في البر بعدنا في البداية هذا أفضل شيء في فترة الملشة تمام؟ الله يعطيكم الصحة والعافية والأسئلة إن شاء الله المتبقية أكيد بنجاوب عليها في الحلقة القادمة وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر